مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيف متعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيوا على إقالات جديدة وتعينات جديدة في إقليم الأمن بسفيق السواب مدنين وكما تعرفوا أنه لازم تنظيف لازم تنظيف وهذه أهم حاجة لأنهم كانوا مخترقين وزارة الداخلية والأسلاك الأمنية بصفة عامة هذيك عليش لازم تنظيف جذري للجميع الأمنيين الرؤوس الكبيرة بطبيعة ومنها حتى صغيرة اللي ما زالت توصل في الأخبار حاليا أفادت إذاعة موزيك يوم الأربعاء بأنه تقرر تعيين أعاد القاسم مديرا للإقليم الأمني الجهوي بسفيق السواب الخلافة لكمال المنصوري كما تقرر تعيين العميد زيد البهلول مديرا لإقليم الأمن الجهوي بمدنين خلافة العلي البغاني وفق ذات المصدر هذه كل تعليماتها ومعضتها أمر من رئيس الجمهورية قائسة سعيدة اللي قال لازم ننضاف من الأمنيين معضها بصفة عامة ووزارة الداخلية وذيك عليش رضاء الغرس الليوي وزير الداخلية قاعد يقوم بالواجب ويخدم على روحه والحمد لله هو أضمن حاجة أنه ينظفه معك بيش من تقعدش حتى شكوك ومن تقعدش حتى أي ديخافية لأنه اليوم من هذا ما زلت فهمه مندسين وما زلت فهمه أمن موازي داخل المنظومة الأمنية التونسية لازم تصفه وتنظافه بيش نرجعه بخير وما تنسيوش لايك واشتراك وتفعل الجرس ونأكتلكم أنه اللي تم إقالته عنده شكوك أكيد جدا مش مش نحيه هكاكه هو نظيف شكرا